نذر نزاعات وشيكة بين المحافظات تلوح في الأفق على وقع حسار المياه العذبة في بلد النهرين التاريخيين دجلة والفراط حيث أفرز واقع الجفاف في الآوينة الأخيرة مشاكل وصدامات بين المزارعين أخذت بعدا عشائريا بعد تقسيم المياه بين المحافظات وبحسب مساحة الأرض لكل فلاح حيث أسفرت هذه النزاعات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وسط مناشدات للحكومة لإيجاد حلول حاسمة للأزمة ووسط صمت حكومي تجاه حجم الكارثة يخشى مختصون في مجال البيئة أن يكون الصيف المقبل الأكثر جفافا في تاريخ العراق بسبب ندرة مياه الأنهر الرئيسة والفرعية إلى جانب تصنيف العراق خامس أكبر متأثر بالتغيرات المناخية عالميا عوامل ساهمت بتقليل المساحة الزراعية الإجمالية وأجبرت الفلاحين والرعاة على الهجرة بعد نفوق مواشيهم السلطات الحكومية وبعد أن تيقنت من عجزها عن حل مشكلة الجفاف خرجت وعلى لسان لجنة الزراعة والمياه النيابية لتقترح تقاسم الضرر بين العراقيين وقالت إن على المتضررين تقاسم ما تبقى من المياه متنصلة من المسؤولية لتلقيها فقط على عاتق دول المنبع بعدم إطلاق الحصص المائية للعراق متناسية فشلها في إدارة ملف المياه منذ عشرين عاما وعلى مستوى الحلول اتجهت وزارة الموارد المائية إلى اتخاذ خطوات غير مدروسة في محاولة للتغطية على هذا الفشل وسد العجز الحاصل حيث لجأت الوزارة إلى استخدام ما يعرف بالخزين الميت في البحيرات والسدود والوصول إلى آخر محطة للخزن والمتمثلة في منخفض بحيرة الثرثار في محاولة لتغذية الأنهار التي تمر باتجاه محافظات الوسط والجنوب عبر نهري دجلة والفرات ويعد استخدام الخزين المائي الميت للمياه ظاهرة خطيرة تدل على حجم الضرر الذي يواجه العراق فضلا عن أزمة مرتقبة قد يواجهها البلد بسبب استمرار رقعة التصحر والجفاف وقلة الأمطار والاعتماد على الأساليب البدائية والمتخلفة في الاستفادة مما تبقى من الثروة المائية